ما طول BD؟ طول القطعة BD هو الطول من النقطة B إلى النقطة D B هنا تقع عند سالب 2 وD هنا عند 5 إذن فطول القطعة BD هو المسافة بين سالب 2 و5 وبما أن 5 هي نقطة النهاية هنا فيمكنكم طرح 5 ناقص سالب 2 و5 ناقص سالب 2 يساوي 5 زائد 2 أي 7 هناك طريقة أخرى لإيجاد المسافة وهي طريقة العد وهكذا تصلون للعدد 5 أو يمكنكم التحرك خطوتين إلى اليمين لتصلوا إلى الصفر ومن ثم خمس خطوات أخرى إلى اليمين لتصلوا إلى D ومجموع الخطوات يساوي 7 التمرين التالي ما طول AD؟ A تقع عند سالب 5 وD تقع عند أربعة إذن تحركوا من سالب 5 إلى صفر أي تحركوا خمس خطوات ومن ثم تحركوا أربع خطوات أخرى خمسة زائد أربعة يساوي تسعة أو يمكن القول بأنكم بدأتم عند سالب 5 وانتهيتم عند أربعة أربعة ناقص سالب 5 يساوي أربعة زائد خمسة ويساوي تسعة ترجمة نانسي قنقر